يقول أنه فيه ضابط من أهل فيفا جاء وقت الإجازة الفيفا يزور أهله فشاهد هذا المدرس الأردني وشك فيه وبلغ عنه وبدأ يراقب هذا الأردني في هذه المنطقة النائية فيه رواية تقول في عام 1411 سافر بعد ما أجاد اللهجة وهذه لغة حميارية مثل ما قلنا أصلها لغة حميارية عربية أصيلة ومثل ما قلت فيها مفردات من القرآن الكريم فلما أجادها قرر أنه يغادر السعودية في عام 1411 عن طريق مطار الظهران في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية وفي مطار الظهران تم القبض عليه ووجد بحوزته دليل الجريمة دفتر أبو ميتين صفحة فيه جميع المفردات اللغوية لهذه اللهجة لهجتها الفيف فيه ستة قبائل تتحدث هذه اللهجة المنبثقة أصلها من الحميارية وتختلف بينهم اللهجات ألقى القبض عليه فيه بالجرم المشهود هنا بح تبخر بشير اليهودي الجاسوس اختفى خبره إلى اليوم من 34 سنة لم يشاهد ولم يعلم له نهاية ربما يكون تم التحقيق معاه ومحاكمته وسجنه أو محاكمته وإعدامه فالجاسوس ما لها إلا الإعدام أو الخيار الثالث اللي هو المملكة العربية السعودية لا يوجد بينها وبين إسرائيل أي علاقات سياسية يكون تم المفاوضات عبر طرف ثالث في هذا الجاسوس الإسرائيلي ومبادلته بسجناء عرب وانتهت قصة بشير في فيفا القصة فيها عبر كثيرة لكن أنا لي طلب من المسؤولين في وزارة الداخلية وزارة الحرس الوطني وزارة الدفاع والطيران أرجو أنه يؤسس في كل وزارة مكتب للتوثيق والتاريخ العسكري كل وزارة من هذه الوزارات تعالج المواضيع الساخنة في الداخل وفي الخارج وعندها أبطال وعندها قصص وعندها تاريخ أرجو أنه تشكل فيها إدارة التوثيق والتاريخ العسكري جميع الملفات القديمة وسجلات الوزارات تحفظ في هذه الإدارة ونبغى ألحقوا على الشيبان القادة الضباط ضباط الصف الأفراد المتقاعدين اللي يشاركوا فيه مهمات من حرب اليمن وحرب الخليج وغيرها من المشاكل اللي مرت علينا نجيب الناس هذولا للوزارة في إدارة التوثيق والتاريخ العسكري ويسوى لقاء معاه وناخذ الأفكار اللي عنده ناس متخصصين في التاريخ في الإدارة ويصور حديثه فيديو صوته صورة ويوثق أيضا بسجلات وكتابه وكتب ويدون تاريخنا في المملكة العربية السعودية عشان لا يضيع قصص عايشته أنا وعايشناها كلنا من نشأة المملكة نجي الآن نلقى تضارب في مواقع الشبكة العنكبوتية وفي حديث الناس اللي شاركوا كل واحد يجيب قصة من جهته شاكر لكم جدا وتحياتي للجميع وفي أمان الله